طيب جمهور الأهلي في هذا التقرير سألنا بعض الجماهير رأيهم في الحاوي أيقونة الإخلاص في الأهلية بصراحة درود السنة دي يعني مهم جدا 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 وكمان في البطولة الأفريقية كان هو من أحد العناصر الحلولة المارية اللي في الفريق يعتبر هو اللي شايل الفريق في فضلة الأخيرة بعد ساعة وليد أزارو وأجاي وأحمد فاتحي بصراحة وليد سلمان يعتبر يعني يعتبر رقم واحد في مصر نحن شايف وليد سلمان أكتر لعيب دلوقتي ومستوى ثابت هو تقريبا الشايل الفريق على كتفه هو يعني يعني من غيره ومعرفنا نحن نوصل لنهاية أفريقيا وهو الوحيد اللي بيحاول وهو الخبرة هو أحمد فاتحي بس هو اللي شايل أكتر الفريق على كتفه من بعد ما كل السيين وأنصر الخبرة كلهم مشيوا فهو الوحيد اللي ثابت هو الوحيد اللي شايف الأهل على كتفه بصراحة والله هو دلوقتي يعني شايل الأهل كله على كتفه هو أنا زمالكاوي أبصلا هو دلوقتي أحصل لعيب في مصر وكان يستحق إنه هو ينضم للمنتخب من بدري أصلا يعني أنا وبقاله أربع خمس سنين في الطوب فعلى كمة مستوى يعني فهو يستحق إنه هو ينضم دلوقتي يعني والله أنا أحب أقوله لأول كل سنو وطيب عشان كان عيد ميلاده كان من يومين فأحب أقوله بردو كنو هو لعيب كويس لعيب مقاتل لعيب تزلم كتير في المنتخب بردو كنو هو كان مفروض في فترة من الفترات كان يبقى متواجد بويستي سوف المنتخب هي الكسة كلها سني وكلام دوت أنا مع المدرب بس فترة دي كنا إحنا عايزين إحنا مثلا نتخل يعني لسه فيه قدامنا البطولة جاية كنفود يلعب فيها بتاعه فأنا أصيب الحمد لله وأعتزل دلوقتي بس إن شاء الله أنا أحس إنه هو يرجع تاني هيخدو المنتخب يعني وبحب أشكر كابتنا عادل الكاعي سوزي بريم المينيسي الناس دي أنا بحبها قوي وبحب الفرج على البلنامي بتعمالك بتاع بدي حقيقة مش عشانين توائف قدامي لعيب بيعمل كل حاجة وبيصنع فرص وبيجيب أهداف ونجى الأهلي من متوشة كتير مع إن إحنا ما حلفناش الحظ في الماتشين اللي فاتوا لكن بقول لوليد ده خسارة يعني إن هو ما يبقاش بالمنتخب وليد ده لساروة ولسه حيدي الأهلي كتير هو دور صراحة وليد سيمان دور حلو جدا هو الوحيد اللي بيقوم بالمهام الفريق كله سواء دفاعيا هجوميا بكات أي حاجة هو عاوزة منه الأهلي بيطلبها منه صراحة يا صراحة يعني هو واحد يعني الله هو أكبر عليه إن شاء الله وإن شاء الله يكون هو مرشح من دم أفضل تمانيه ده لعب في أفريقيا وبإذن الله ياخد مركز حلو في أفريقيا وإن شاء الله بقى ليه أدوار حلوة إن شاء الله في المواسم الجاية مع الأهلي بدل ليه طلعت كده جميلة وهو هداف ولعب مغوب وأنا بتمنى أنه يبقى في المنتخب طبعا وليس ريمان دوله قيادي بمعنى أنه أكبر أكتر واحد خبرة في الفريق فأنا أحس أنه هو دوره الكيادي زق مع أحمد فتحي ومع حسان عشور فهو أصلا هو التلاتة الوحيدة لهم من الجيل الأديم اللي هو الجيل الصحبي بالنسبة للنادي الأعلي فأنا دلوقتي هو بالنسبة لي دلوقتي هو اللي هيشيل الفريق على كدفه فهو دوره الكيادي دلوقتي ودوره مهم جدا أنا شاف أن واليد سليمان بيلعب محور ارتكاز مهم جدا في نادي الأعلي ولو شنا واليد سليمان الفرقة تشل لأنه مفيش حد من ساعة أبوتريكا عوض غياب أبوتريكا ولا براكات لأنه دول كانوا مملوك خط الوست بتعاني الأعلي وحسام غالي طبعا كانوا محور ارتكاز في الدفاع ودلوقتي أنا شاف اللي بيربط بين الخط الهجوم والدفاع هو واليد سليمان اشتركوا في القناة